هكذا تستقبل تعز وساكنوها موعد وقف إطلاق النار وهذه هي تحضيرات ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع قبل بدء سريان الهدنة المفترض دخولها حيز التنفيذ استعداداً لعقد جولة جديدة من المفاوضات في الكويت بين أطراف الصراع برعاية أممية الأسبوع المقبل كيف نقول هدنا وأمس 23 قريح من منطقة واحدة وصلت إلينا الوازعية هناك أسر تهقر بيوت تنسف أطفال يقتلون مدارس تغلق تتعامل الميليشيا مع إعلان الهدنة كفرصة لتعزيز تواجدها وتقدمها على الأرض في محافظة تعز ولا جديد سيفاجئ المواطنين هنا فقد اخترقت الميليشيا أربع هدونات سابقة خلال العام الماضي تم الإعلان عنها ورعايتها من قبل الأمم المتحدة إلا أن البعض يرى غير ذلك ويعول على الجهود الدولية لإخراج اليمن من أزمته أنا في اعتقادي الشخصية أن وكف إطلاق النار والانفاوضات الجارية ستكلل بالنجاح نتيجة الجهود الدولية التي أصبحت في هذه الحرب أنها عبثية وبلا ضائل الميليشيا التي تسعى دوما لتحقيق مكاسبها السياسية بالسلاح تواصل قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين كأولى خطوات تقدم عليها في أي مسار سواء أكان سياسيا أم عسكريا على الرغم من احتدام المعارك في جبهات القتال وتكبدها لخسائر فادحة هناك اشتركوا في القناة